والإنسان لا يجوز لو أن يبيع إلا شيء يملكه لأن بيع مال الآخر أو شيء في السوق لا يجوز حكيم نوحي زام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني يأتينا الرجل في السوق يريد السلعة وليست عندي فأبيعها له و أشتريها من السوق وأتيه بها هذا لا يجوز لا تفعل قبل لا تفعل لا تبيع ما ليس عنده ولكن هو معتاد أن يبيع مثل هذه الأمور وهي مش موجودة عنده في هذا الوقت يشتريها يشتريها بدمته أو بماله ثم يبيعها منه لما أنه هو يبيعه شيئا لا يملكه ما لا تبيعه